في مختتم أعمال نسخته البكر المنظمة بمدينة اسطنبول التركية دعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة غير مسقط من حساب تشبثه التمسك بحق العودة وخيار المقاومة نهج مواجهة وأداة تحرير المؤتمر أعلن في بيانه الختامي أن اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات الحق بررا كارثيا بحقوق الشعب الفلسطيني مضيفا أنه سيعمل على إخراج منظمة التحرير من الاتفاقية المشؤومة منبها بالإخفاق الذريع لخيارات التسوية مقابل تنكر الاحتلال لحق العودة مبينا أن تطوير دور فلسطيني الخارج ومشاركتهم بالقرار السياسي يجب أن يستند لإعادة هيكلة منظمة التحرير بإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع بعد إعلان تخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني وفق تعبير البيان البيان جدد توصيف المؤتمر بأنه إطار شعبي جامع لتفعيل دور فلسطيني الخارج في معادلة الصراع الصهيوني وفق استراتيجية فلسطينية واضحة مؤكدا أن أبوابه مشرعة ويد استقباله مبسوطة بالاحتواء أمام كل أبناء الشعب الفلسطيني مخرجات المؤتمر الذي كان قد عقد تحت شعار مشروعنا الوطني طريق عودتنا كان من أبرز لافتات اعتمادها المؤسسي التوافق على تسمية المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج برئاسة الدكتور أنيس فوزي وانبثاق هيئة عامة يرأسها سلمان أبو ستة يحف به ثلاثة نواب وأمين سر وانتخاب ماجد أزير ونائلة الوعر نائبين على حين استفيا المفكر منير شفيق أمينا عاما وهشام أبو محفوظ نائبا للأمين العام وتمت إضافة عضوية ثلاثين من الشباب للهيئة العامة وأقر تشكيل لجنة القدس عقبة الموقف اقتحمها المؤتمرون بالانحياز إلى ما سماه البيان قاعدة المقاومة والثوابت مطلقين لسان إمضاء جميع أشكال النضال ضد الاحتلال عادين تبنيها حقا شرعيا تقره جميع المواثيق وجاء في البيان الختامي إن الاحتلال يخوض حرب حدود لا حرب وجود وهو ما يفسر لماذا أسقط الاحتلال كل حلول التسوية وطالب باعتراف عربي بيهودية الدولة توصيات المؤتمر كان منها تعزيز الدور العربي والإسلامي بما يخدم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وتوجه إلى دول العربية الشقيقة وجميع الدول التي تحتضن الشتات الفلسطيني بتغليض واجب توفير سبل الحياة الكريمة وحرية التنقل والسكن دون المساس بمبدأ حق العودة ورعاية حق تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على أي تولاءات خاصة باعتبار فلسطين وطنا وشعبا مظلة إجماع عربي إسلامي كما ورد بين السطور البيان الختامي أن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ينأى بنفسه عن التدخل بالمحاور العربية ويعلن أن بوصلته فلسطين وأنه ليس طرفا بتجاذبات السياسية مهيبا بأقطاب النزاعات وأطراف التوتر الإقليمية إلى تحييد المخيمات حيث وجدت عن دوائر الصراع والشباك الاستياد